اسم الدرس أتعرف المستقيم ونصف المستقيم وقطعة المستقيم أولاً، هذه منارة تهتدي بها الطائرات والسفن لم يكمل المصور ضوء المنارة من الجهة المعاكسة أتم رسم الأشعة التي تنطلق من المنارة في الاتجاه المعاكس الإجابة هل تصل الأشعة الضوئية لإنارة الطائرة؟ الإجابة نعم، تصل الأشعة الضوئية لإنارة الطائرة أعد الطيور المهاجرة التي تدخل في مجال الأشعة الإجابة خمسة الطيور تدخل في مجال الأشعة ثانياً، أسمي جميع المستقيمات المرسومة بالشكل الإجابة المستقيم هو المستقيم هو المستقيمات المرّة منها أرسم مستقيمات تمر من هذه النقطة الإجابة الإجابة لا يمكن لأحمد رسم جميع المستقيمات التي تمر من النقطة سين لأن من نقطة واحدة على المستوي يمكن أن نرسم ما لا نهاية من المستقيمات أعتمد نقطتين سين وعين وأرسم مستقيماً تمر منهما في آن واحد الإجابة أقدم ملاحظاتي الإجابة من نقطتين مختلفتين على المستوي يمر مستقيم واحد فقط ثالثاً، أنقل الرسم التالي ألوّن جميع أنصاف المستقيمات وأسميها الإجابة أنصاف المستقيمات النقطة ألف تقسم المستقيم إلى نصفين أو جزئين كل جزء يسمى نصف مستقيم ونعبر عنه رياضياً بمعقف من جهة النقطة وقوس من الجهة الممتدة كالآتي ألف هاء ألف واو ألف كاف ألف لام ألف ميم ألف نون رابعاً ألاحظ الرسم التالي أسمي جميع قطع المستقيم وأنصاف المستقيم الإجابة كطع المستقيم ألف باق باق جيم ألف جيم أنصاف المستقيم ألف ميم ألف دال باق ميم باق دال جيم ميم جيم دال أستنتج وأقدر قيس طول كل قطعة مستقيم الإجابة طول قطعة المستقيم ألف باق تساوي 3 سنتيمتر باق جيم تساوي 2 سنتيمتر ونصف ألف جيم تساوي 5 سنتيمتر ونصف أستنتج كل جزء من المستقيم محدد بنقطتين يسمى قطعة مستقيم ونعبر عنها رياضياً بمعقفين مثل قطعة المستقيم عين نون خامساً أعين على الرسم النقاط المقدمة بالجدول كل ما أمكن ذلك ينتمي إلى عين سين كاف لام ميم ألف باء تاء ساء جيم أصلح الأخطاء وأسجل ملاحظاتي الإجابة النقطة جيم لا يمكن وضعها لعدم وجود نقطة مشتركة بين عين وكاف وميم سادساً تريد روضة استعمال طول قطعة المستقيم ألف باء كوحدة لتجزئة قطعة المستقيم جيم دال ثم لتجزئة قطعة المستقيم ها واو ما عدد قطع المستقيم التي يمكنها الحصول عليها في كل حالة؟ الإجابة الإجابة عدد قطعة المستقيم التي يمكن أن تقيصها روضة هي ثلاثة بالنسبة للقطعة جيم دال وأربع قطعة بالنسبة للقطعة واوها نستنتج أن قطعة المستقيم يمكن قيص طولها أو اعتمادها كوحدة قيص لأن بدايتها ونهايتها محددتان سابعاً ميم صاد سين مصابيح مثبتة على جدار حديقة يطلق الواحد منها شعاعاً ضوئياً واحداً أرسم شعاع كل مصباح في الحالات التالية مستعملاً في كل مرة لوناً واحداً ألف الأشعة لا تتقاطع أبداً باء أشعاعان المنطلقان من سين وصاد فقط يتقاطعان الإجابة جيم الأشعة المنطلقة من سين صاد ميم تتقاطع في نقطة واحدة الإجابة أتم تعمير الجدول التالي بالبيانات المطلوبة الحالة عدد أصناف المستقيم عدد قطع المستقيم ألف باء جيم الإجابة الحالة عدد أصناف المستقيم عدد قطع المستقيم ألف ثلاثة صفر باء خمسة إثنان جيم ستة ثلاثة ثامناً أنقل خماسي الأضلاع ألف باء جيم دال هاء ألف أرسم كل مستقيم يحمل قطعة مستقيم واحدة مرسومة الإجابة الإجابة باء أبحث عن عدد المستقيمات وعدد نقاط تقاطعها خارج الشكل الخماسي الإجابة عدد المستقيمات خمسة عدد نقاط تقاطعها خارج الشكل الخماسي خمسة جيم جيم ما الشكل المتحصل عليه وما عدد قطع المستقيم به؟ الإجابة تحصلنا على نجم به ثلاثون قطعة مستقيم دال ما عدد قطع المستقيم التي يحملها مستقيم واحد في هذا الشكل؟ الإجابة يمكن للمستقيم الواحد في هذا الشكل أن يحمل ست قطع مستقيمة ألف باء ألف جيم ألف دال جيم دال باء جيم باء دال مرات غريب فيه ست كليم ترجمة نانسي قنقر